آيتان من سورة الزمر الخامسة والخمسون والتي بعدها بعد البسملة هاتان الآيتان كثيرا ما أقف عندهما وأتمنى أن تقف عند هاتين الآيتين أن تتدبروا فيهما الخامسة والخمسون بعد البسملة والتي بعدها واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ما هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا أحسن ما أنزل إلينا من ربنا الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة هي تخبرنا عن نفسها بنفسها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كل شيء وضع في مكان ووضع هذا الأمر إنها بيحة الغدير إنها بيحة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين في سورة نفسها إذا ذهبنا إلى الآية الثالثة من السورة إلى الآية الثالثة بعد البسملة بعد أن تمت بيعة الغدير مباشرة نزلت هذه الآية اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه هذا هو أحسن ما أنزل إلينا ربنا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هذا هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا ما هو هذا المضمون الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي فقط أن نأخذ الفهمة من علي فقط أن نسلم لعلي فقط أن نطيعه في شأن الدين وفي شأن الدنيا وفي أنفسنا وفي كل ما يرتبط بنا أن نطيعه هو أن نطيع علي فقط هذا هو المضمون الذي يتحدث عنه كل القرآن جوهر القرآن هو هذا علي وعلي 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 فقط هذا هو جوهر القرآن ما أنا الذي أقول إذا ذهبت بكم إلى سورة طه وإلى الآية الثانية والثمانين بعد البسملة من سورة طه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى رسول الله يقول لأمير المؤمنين ثم اهتدى لولايتك كل ذلك ما هو بهداية هداية بحسب المنطق الترابي صحيح هي هداية في عالم الدنيا تاب وآمن وعمل صالحا هذه هداية بحدود المنطق الترابي أما بحدود المنطق النوري ثم اهتدى هنا الهداية لولايتك يا علي لماذا لأنك أصل الدين يا علي يا علي هذا ما هو كلامي هذا كلام المصطفى يا علي أنت أصل الدين ثم يقول له أشهد لك بهذا رسول الله يشهد لعلي بهذا إنه مضمون بيعة الغدير إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة إنها الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا هذا هو الدين هؤلاء الذين يتحدثون عن المذهب هؤلاء ضلال أغبياء محمد وآل محمد ليس لهم من مذهب إلا إذا أردنا المذهب بحسب اللغة الطريق وهو الصراط أما هذا الذي يتحدثون به أصحاب العمائم عن المذهب هذا المذهب الإصطلاحي هذا كفر كفر ببيعة الغدير يجعلون للصادق مذهبا وللبقية مذاهب وكأن الرؤوس متساوية أنت يا الله حظ دينكم أنت يا الله حظ عقولكم كيف تكون الرؤوس متساوية كيف تساوون رأس الصادق بغيره وهل هناك من رأس يساوي رأس الصادق أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد صلوات الله عليهم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اهتدى إلى ولايتك يا علي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هذا هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فاتبعوه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون هذا العذاب قد يأتينا في حياتنا الدنيوية هذا العذاب قد يأتينا في لحظات الاحتضار هذا العذاب قد يأتينا في عالم برزخنا هذا العذاب قد يأتينا في القيامة هناك عند المصير النهائي لحياتنا ولوجودنا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون هذا العذاب قد يكون ساخنا وقد يكون باردا العذاب البارد أخطر من العذاب الساخن حينما يكون عذابنا وتكون عقوبتنا أن نوكل إلى أنفسنا وهذا هو الذي حدث في الشيعة منذ بدايات الغيبة الكبرى الإمام هجر الشيعة وهذا ما صرح به في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية واثنعش للهجرة وبين الإمام من أنه يكره مجاورة الشيعة لحالتهم السيئة لما هم عليه ما الذي فعلوه مراجعهم نبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وهذا بينه الإمام الحجة في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة هذه الحقائق طالما رددتها وبينتها وشرحتها لكم عبر برامج السابقة أتمنى أن أعتبر منها أنا وأن تعتبر منها أنتم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أحسن ما عندنا قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذا علي يفهمكم بعدي هكذا قال لنا رسول الله في غدير خم وعلى هذا بايعنا الله وبايعنا محمدا وبايعنا عليا صلى الله عليهما وآلهما واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة بنحو المفاجئ وأنتم لا تشعرون وهذا ينطبق على ظهور إمام زماننا لأن ظهوره سيكون بغتة وحينئذ سنخسر سنخسر كل شيء أذكركم بالقانون الذي ذكرته سورة الأنعام في الآية الثامنة والخمسين بعد بعد البسملة ومما جاء فيها يوم يأتي بعض آيات ربك بقية الله بحسب تفسيرهم وتأويلهم لقرآنهم يوم يأتي بعض آيات ربك ربك أنا لا أفسر لكم القرآن مثلما يفسر أتباع سقيفة بني ساعده أو مثلما يفسر أتباع سقيفة بني طوسي أنا أنقل لكم تفسيره وبإمكاني أن أقرأ النصوص التي أحفظها وبإمكاني أن آتيكم بالمصادر الأصلية لحديثهم لكن الوقت لا يكفي لذكر كل هذه التفاصيل عند تفسير أي آية من آيات الكتاب يوم يأتي بعض آيات ربك إنه بقية الله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول أفضل العبادة بعد المعرفة المعرفة لها الأولوية أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل من قبل الظهور أو كسبت في إيمانها خيرا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتتا وأنتم لا تشعرون وأي عذاب أعظم من سلب التوفيق منا أن لا نكون من أنصاره صلوات الله عليه حتى لو بقينا في النظارة ممن يتفرجون لا قيمة لحياتنا ونحن نتفرج على إمام زماننا وأنصاره الأوفياء ما هي الحياة أن نأكل طعاما وأن نشرب شرابا وأن نمارس جنسا وأن نجمع أموالا وأن نحصل رئاسة وأن 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 كل هذا يتلاشى في لحظة واحدة هذه حياة البهائم هذه حياة المنطق الترابي حينما يستعمل في غير موطنه الصحيح وتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على أي شيء يا حسرة على ما فردت في جنب الله جنب الله هو الإمام المعصوم الإمام المعصوم وجه الله قلب الله عين الله يد الله جنب الله جنب الله روايات كثيرة كثيرة ووفيرة في تفسير هذه الآية وبخصوص هذا العنوان جنب الله جنب الله هو الإمام المعصوم جنب الله هو الحجة بن الحسن أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين كنت ساخرا أقول أنا شيعي لكنني لا عرفت إمامي مثل ما يريد ولا خدمت إمامي مثل ما يريد إني ساخر بإمامي أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخري إنني أسخر بإمامي وأنا لا أبحث عن معرفته إنني أسخر بإمامي وأنا لا أخدمه أخدم غيره الشيعة تنصب عجولا بشرية هم أبعد الناس عن صاحب الأمر ويدعون لهم أنهم نواب صاحب الأمر ويعبدون هم أي سوء توفيق هذا إنها سخرية بإمام زماننا هؤلاء الذين تقولون عنهم من أنهم نواب لصاحب الزمان لا يعرفون شيئا عن صاحب الزمان وحينما يسألون عن صاحب الزمان يجيبون بإجابات خاطئة وبإجابات بعيدة عن معرفة إمام زماننا هؤلاء ينكرون ثقافة صاحب الزمان ينكرون أحاديث أهل البيت التي هي ثقافة صاحب الزمان ينكرون الأحاديث التفسيرية التي هي تفسير صاحب الزمان لقرآنه وأنتم تقولون عنهم من أنهم نواب صاحب الزمان رسائلهم العملية دالة على جهلهم لأن الفتاوى التي فيها تخالف فتاوى صاحب الزمان فتاوى صاحب الزمان في أحاديث الأئمة الطاهرين وهم ينكرونها ويضعفونها وإذا أرادوا أن يفتو على أساسها يعملون بقواعد الشافعي وقواعد المعتزلة هذه كتب الحوزة التي تدرس لا يوجد شيء له علاقة بمحمد وآل محمد كل ما هو موجود في الحوزة يخالف ثقافة محمد وآل محمد واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين هذا هو أقبح شيء وأخسر شيء وأكثر سنندم عليه التفريط في جنب الله التفريط في ساحة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سأحدثكم سأحدثكم عن التفريط هذا ولكن بعد الفاصل يا حسرة على ما ما فردت في جنب الله التفريط هو أن الإنسان بإمكانه أن يحصل شيئا ثمينا أو أن يعمل عملا صحيحا أو أن يقف موقفا سليما أو أن يقدم خدمة جليلة لكنه لأي سبب ومن دون سبب لا يتحرك بهذا الاتجاه الصحيح وإنما يصبح خاسرا يصبح فاشلا يصبح عاطلا وفي بعض الأحيان يذهب بالاتجاه المعاكس يفرط في الشيء الحسن ثم ينتكس ويرتكس فيما هو سيء وما هو أسوأ من السيء فهذا هو التفريط الذي يتحدث القرآن عنه في هذه الآية يا حسرة على ما فردت في جنب الله يا حسرة على ما فردت في شاحة إمامي في فناء إمامي هذا التفريط على مراتب المرتبة الأولى التفريط العقائدي وهو التفريط المعرفي الثقافي حينما نهدر أوقاتنا ونهدر أعمارنا في الضلال أو في التفاهات وبإمكاننا أن نحصل المعرفة الصحيحة لعقيدتنا السليمة ونحن لا نخطو خطوة واحدة بهذا الاتجاه نبقى على ما وجدنا عليه آباءنا هذا التفريط العقائدي متى يشعر به الإنسان في لحظات الاحتضار يشعر الإنسان بالتفريط بالتفريط العقائدي لماذا لأنه سيدرك في تلك اللحظات من أن العقيدة السليمة هي التي ستنجي يحاول يحاول أن يتشبث بها لكن لا وجود لها في عقله وفي قلبه ومن هنا يأتي التلقين لتذكيره لكن حينما يلقن بدعاء العديلة إنه يلقن بالضلال فهذا دعاء شركي لا علاقة له بالعترة الطاهرة وإن تجدونه في مفاتيح الجنان أقرأ ماذا كتب صاحب المفاتيح يقول هذا الدعاء لم يرد عن الأئمة وإنما كتبه بعض العلماء وهذه هي حقيقة أنا أتعجب من المحدث القمي وهو أخباري لماذا يثبت في كتاب الأدعية هذا دعاء لم يرد عن الأئمة ولو كان صحيحا لا بأس بذلك لكنه دعاء شركي بحسب موازين العترة الطاهرة يفترض أن يرفع هذا الدعاء من الكتاب قطعا سيقولون هذا التصرف لكن حينما أصحاب المطابع يضيفون مثلا الصحيفة السجادية كاملة لكتاب المفاتيح لا يعد هذا تصرفا في الكتاب حينما يضيفون حديث الكساء فحديث الكساء اليماني ليس من أصل المفاتيح عباس القمي لم يكن قد أورده في كتابه حينما يضيفون مثلا زيارة زيارة الناحية المقدسة حينما يضيفون مثلا زيارة العقيلة زينب في الطبعات الأخيرة يوجد كل هذا وهو شيء حسن ولكن لا بد أن ينبه على أن هذه الإضافات ليست من المؤلف أن تضع في آخر الكتاب أن تضاف الصحيفة السجادية أن تضاف زيارة الناحية المقدسة أن يضاف حديث الكساء اليماني وهكذا شيء جيد لكن أن ينبه لم يعترض أحد على هذا هذا الدعاء ليس من أدعية أهل البيت هذا دعاء يلقن به الموت بحسب تعاليم المراجع لكنهم يلقنون الضلال يلقنون توحيدا شركيا بحسب أحاديث الأئمة بحسب كلام إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه لا أريد الوقوف طويلا عند هذه النقطة إذن هناك التفريط العقائدي التفريط المعرفي نفرط في سعينا لتحصيل معرفتنا بمحمد وآل محمد مع أن الأسباب متوفرة لقد وفرت لكم من معارف أهل البيت الكثير الكثير عبر هذه الشاشة وهذه البرامج متوفرة على الشبكة العنكبوتية لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني وإنما أقول لكم أنا أكثر خبرة منكم في ثقافة الكتاب والعترة إنني ألخصها لكم وأنتم دققوها بأنفسكم وحكموا عقولكم واحترموها أولا قبل أن تحكموها ولا تتبعوا أولئك الثيران من أصحاب العمائم الكبيرة من الذين يقولون إننا نواب لصاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا من دين صاحب الزمان وما يأتون به من دين يأتون بدين معارض ومناقض لما يريده صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه يا حسرة يا حسرة على ما فردت في جنب الله هذا التفريط الأول التفريط العقائدي التفريط المعرفي ولذا إمام زماننا في الرسالة التي أرسلها إلى الشيعة عبر ميرزمهدي الأصفهاني طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوق مساو لإنكارنا حينما تأخذون المعرفة من سقيفة بني ساعد أو تأخذون المعرفة من سقيفة بني طوسي إنكم تنكرون إمام زمانكم لأن سقيفة بني ساعد معرفتها ضلال ولأن سقيفة بني طوسي معرفتها ضلال لا علاقة لها بمنهج العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد وقد أثبت هذا بمئات الأدلة والحقائق والوثائق عودوا إليها بأنفسكم كي تعرفوا دينكم كي لا تكونوا من الساخرين كي لا تقولوا بعد ذلك يا حسرة على ما فردت في جنب الله التفريط الثاني هو التفريط العبادي حينما نفرط بعبادتنا والعبادة أسمى أسمى مراتبها التمهيد لإمام زماننا خدمته حينما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي في كل ثانيته في كل جزء من كل ثانية الصادق يقول حياة الصادق هذه ما هي حياتي لو أدركته لخدمته أيام حياتي قمة العبادة خدمتنا لإمام زماننا مثل ما يقول إمامنا الكاظم صلوات الله عليه أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج انتظار الفرج مثل ما يريد إمام زماننا مثل ما يريد إمامنا الصادق الإمام الصادق يقول لو أدركته أدركت إمامته أدركت ولادته نحن أدركنا ولادته وأدركنا إمامته وأدركنا غيبته الأولى وها نحن في غيبته الثانية وها هي العلائم تحدق بنا العلائم التي تشير إلى أن زمان العلامات الحتمية أوشك أن يكون تحدق بنا سأحدثكم عنها سأحدثكم الحلقات الأخيرة من هذه المجموعة عنوانها تقرير الأخبار المهدوي من قناة القمر إنه تقريرنا المهدوي للأخبار المهدوية الحلقات الأخيرة من هذه المجموعة هذا عنوانها تقرير الأخبار المهدوي من قناة القمر العلائم تحدق بنا التفريط الثاني هو التفريط العبادي وقمة العبادة التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قمة العبادة فحينما ننشغل بشيء آخر ونترك خدمة إمام زماننا حتى لو انشغلنا بأعمال خير لكننا ما وظفناها وما جعلناها ضمن برنامج التمهيد لإمام زماننا لقد فرطنا فرطنا هذا هو التفريط أن نكون في زمان إمامته وأن نكون في زمان غيبته الثانية وأن نكون في زمان علاماته أحدقت بنا لامسناها وهي تقول لنا إن العلامات الحتمية قريبة قريبة الوقوع ونحن نذهب بعيدا عن خدمة إمام زماننا هذا هو التفريط تحت أي عنوان مر علينا مر علينا وإمامنا الباقر يحدثنا عن قوم بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطون الرواية المعروفة ومن أن قتلاهم شهداء ومن أنهم سيدفعون سيدفعون الراية إلى قائم آل محمد مع ذلك إمامنا الباقر ماذا يقول أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب الأمر لستبقيت نفسي إنها الخدمة ضمن برنامج التمهيد لظهوره الشريف لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر مع أن قتلاهم شهداء مع أنهم يقومون في طريق الحق مع أنهم سيدفعون هائلة صاحب الأمر ومع ذلك فإن إمامنا الباقر يقول أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هناك برنامج غير هذا البرنامج الذي عليه أولئك الممدوحون أولئك مدحوا بأنهم يطلبون الحق بأنهم يقومون بالحق يدفعون الراية لصاحب الأمر قتلاهم شهداء ولكن الإمام الباقر يخبرنا عن برنامج آخر أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر الإمام ما قال لأبقيت نفسي أبقيت نفسي يعني أنني جلست في بيتي أأكل وأشرب وأصلي وأتعب الإمام قال إنني أستبقي نفسي استبقاء الاستبقاء عمل متواصل تمهيد لصاحب هذا الأمر خدمة متصلة مترادفة هذا هو الاستبقاء الإمام ما قال أبقيت نفسي قال استبقيت نفسي الاستبقاء غير الإبقاء وقد شرحت هذا فيما سلف في برامج المتقدمة لقد وقفت طويلا عند هذه الرواية وشرحتها مرارا وكرارا وشرحتها إجمالا وتفصيلا وبينت أسرارها ودقائقها عودوا إلى البرامج السابقة التفريط التفريط الثاني هو التفريط العبادي إذا كنت قادرا على استبقاء نفسك وذهبت في الاتجاه الأول إنك قد فرط الاتجاه الأول له خصائصه للقوم أنفسهم لأهل المشرق للقوم الذين نهضوا لهم برنامجهم قوم بالمشرق يطلبون الحق هؤلاء لهم برنامجهم يجاهدون يدافعون قتلاهم شهداء يدفعون الراية إلى صاحبكم هم لهم برنامجهم لكن هناك برنامج آخر لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر برنامج الاستبقاء سيأتي الكلام اتباعا سيأتينا سيأتي الكلام اتباعا وسيأتينا مفصلا قلت لكم في الحلقة الماضية من ان الحلقات الدسمة في الطريق وهذه واحدة منها نذهب إلى أفضل ترجمة نانسي قنقر